هاللويا هاللويا منه فرحان اليوم منه متأكد انه الرب موجود في هذا المكان رح يسمعنا صوته اليوم نحن ككنيسة خلصنا واحد عشرين يوم صوم وصلة وأنا متأكد الاشخاص اللي كانوا إيانا في رحلة الواحد عشرين يوم صوم وصلة اختبروا علاقة أكثر حميمية مع الرب يسوع من يقول أمين اختبروا علاقة أقوى وأعمق اختبروا السماع صوت الله اختبروا إعلانات مجيدة اختبروا النهضة وانتعاش على حياتهم امين امين نحن ما زلنا نتكلم في سلسلة حقائق مغيرة للحياة وابتدأنا في هذه السلسلة قبل حوالي ثلاث أشهر الرب كلمني قال يتكلم للكنيسة بطريقة بسيطة وانا نريد تتكلم في حقائق أساسية في الكتاب المقدس هي مفاتيح للنضوج مفاتيح للبركة في حياة المؤمنين وقال لي رب انا نريد تتكلم بطريقة بسيطة حتى كل شخص موجود في هذا المكان يفهم ويتغير امين طبعا كل الكتاب المقدس هو حق الكامل هو كلمة الله امين لكن هناك حقائق في الكتاب مو بنفس القدر من الأهمية مثل الحقائق الأخرى مثلا تفسير سفر الرؤية يتكلم عن الملائكة السبعة والجامات السبعة والضربات السبعة مو مهم كثير تعرف بس مهم تعرف أن يسوع رح يجي حتى يدين المسكونة بالعادل حتى يحاسب كل وعد حتى ياخد الشعب إلى ملكوته الأبدي إلى مكان الأخيار والأشرار رح يروحون إلى مكان عذاب أبدي مثل خلينا يشبه مثل في لما تلعب كرة قدم مهم تتمرن مهم تتعلم تهدف حتى تجيب مهم تتعلم إذا كن دفاع مهم جدا تتعلم خطط للدفاع خطة للهجوم إذا كنت حامي هدف مهم أنه تعرف تمسك الطوبة زين بس مو كثير مهم اللون الدريس اللي رح تلبسه باللعبة بس مهم تتمرن مهم تلعب لهذا أكو حقاق مهمة أساسية جدا في الكتاب المقدس مهم جدا وأنا اليوم رح أتكلم عن هذه الحقاق حقاق ينبغي على كل مؤمن أن يفهمها أن يدركها أن يطبقها في حياته حتى يعيش حياة مثمرة وغالبة ومنتصرة موضوع اليوم هو واحدة من الحقاق الأكثر أهمية اللي دا أتكلم عنا وكل أسبوع دا أقول موضوع اليوم الأكثر أهمية موضوع اليوم هو واحدة من الحقاق الأكثر أهمية واليوم رح أتكلم عن محبة الله وعنوان تأملنا اليوم هو يحبك عنوان بسيط هو يحبك في رمية 31 يقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة محبة أبدية يقول الرب محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة في يوحن 3-16 الآية الذهبية تقول لأنه هكذا أحب الله العالم خلي اسمك مكان العالم هكذا أحب الله خلي اسمك حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بي خلي بدل كل خلي اسمك بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله اسمك حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك اسمك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آخر قراءة راح نقرأها من أفسوس الأصحاح الثالث أفسوس الأصحاح الثالث خلينا نوقف مع بعض ونحنا نقرأ على صفحة 258 من العهد الجديد أفسوس 3 عدد 14 حقراء هذه الأعداد إذا ما عندك كتاب مقدس باوع المونتر بسبب هذا أحني ركبتي بولوس الرسول دي يتكلم هذه الكلمات بالأحرى دي يصليها بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض لكي يعطيكم بحسب غينى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين ثم آمين تفضلوا تكلم اليوم عن محبة الله وعنوان الكلمة اليوم هو يحبك قلوا لي أمك هو أو الله يحبك يبدو الكلام بسيط الله يحبني الله يحبك يبدو الكلام بسيط صح؟ لكن الأمور ما تمشي بهذه السهولة في الحياة والسبب أن الأمور ما تمشي بهذه السهولة لأنه نحن نعيز ساعات طويلة خلال اليوم من دون إحساس بمحبة الله لنا ساعات طويلة قضية بالأحرى نحن نواجه عدم محبة الناس إلنا وتعدي الناس وظلم الناس بحيط طول اليوم أنتم قضينه من دون إحساس بمحبة الله إلنا وبسبب هذا نحن نخسر الكثير ولهذا أنا راح أتكلم اليوم عن بعض النقاط عن محبة الله أتكلم عن بعض النقاط عن محبة الله وأريد أوضح أولاً محبة الله ليس لها علاقة بأي عمل صالح أنت تقوم به وهذا المفهوم ممكن غريب عنك خصوصاً إذا جاي من طائفة أخرى أو من ديانة أخرى محبة الله ليس لها علاقة بأي عمل صالح أنت تقوم به أيضاً محبة الله ليس لها علاقة بأي احتياج أنت تحتاجه يعني اللهم راح أحبك وقد نقول إداريك إذا كنت مريض اللهم راح أحبك أكثر اللهم راح أحبك بس أحبك بنفس المستوى وبعدين راح نفهم ليش محبة الله ليس لها علاقة بأي احتياج أنت تحتاجه إذا كنت فقير اللهم راح أحبك أكثر هو يحبك بس أحبك بنفس المقدار إذا كنت مريض رح حبك بنفس المقدار كان عندك احتياج معين رح يحبك بنفس المقدار أيضا محبة الله ليس لها علاقة بأي تعهد من عندك لخدمته يعني تقول له رح أكرمك رح أعطيك رح أصلي خمس مرات في اليوم عشر مرات في اليوم رح أصوم رح أقطع نفسي من أجلك محبة الله ليس لها علاقة بأي تعهد من عندك لخدمته تقول بعد لا ليش أحبه بس بعدين رح نفهم محبة الله أولا ليس لها علاقة بأي عمل صالح أنت تقوم به ليس لها علاقة بأي احتياج أنت تحتاجه محبة الله ليس لها علاقة بأي تعهد من عندك لخدمته محبة الله ليس لها علاقة بسلوكك وتصرفاتك غريب يعني اليوم الوعظة شوية دوخ. محبة الله ليس لها علاقة بسلوكك وتصرفاتك. لكن الله يحبنا لأنه هو محبة. الله يحبك لأنه جوهر الله معدن الله. الله محبة لهذا هو يحبك. ولهذا ماكو شي تقدر تسوينه يخلي الله يحبك أكثر. ماكو شي ممكن تسوينه تقدر تعمله يخليه هو يحبك أكثر. هو يحبك قلنا أول آية محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. هو يحبك محبة أبدية. وفي الوقت الذي نحن كنا فيها خطات مات المسيح لأجلنا. همين؟ نحظوا. أريد أوضح الأشياء اللي قلتوها الأول بالبداية. الله ما قال توب ورجع لي وعندها أحبك. الله قال أكو آية بالكتاب توب ورجع لي وعندها أحبك. أو عيش حياة صالحة وعندها أحبك. لازم نفرق طبعا محبة الله ليست رضى الله. الله يحبك دائما ومحبته لا تتغير. فالله ماذا يقول عيش حياة صالحة وراح أحبك. لا لكن لما نحن انتبهوني. لما نحن قلنا الله ما نريدك. يعني الكفرة المجرمين القتلة. لما الناس قالت ما نريدك يا الله. والله عندها هو مات على الصليب من أجلنا. فإذا كان يحبنا ونحن بعد خطات وانت بعيد عنه وانت ما تعرفه. إذا كان هو يحبك ومات من أجلك على الصليب وانت أصلا بعدك ما تعرفه. تخيل مقدار محبته إلك وانت ابن من أولاده. لكن أيضا ماكو شيء ممكن تعمله ممكن يغير من محبته إلك. ماكو شيء لا يوجد شيء ممكن تعمله ممكن أن يغير محبتك له. يعني ممكن تكونين متزوجة أو ما متزوجة. ممكن تكونين عملتي خمس عمليات إجهاب. يعني قتلتي خمس أطفال. وهو ما يزال يحبكي. ممكن سرقت. ممكن قتلت. وهو ما زال يحبك. ممكن زنيت. ممكن زنيتي. ممكن على فراش الزنا. والله ما زال يحبك ويحبكي. ولا رح يغير من مقدار محبته إلك. أنا ريد نفهم هذا الكلام زين. محبة الله لا تتغير. بس محبة الله ليست رضى الله. محبة الله مو معنها رح تروح للجنة. مو معنها رح تروح للحياة الأبدية. لا ممكن تكون الله يحبك لكن رح تروح للجهنم. لأنه انت اخترت انه تكون بعيد عنه. بس محبة الله ثابتة لا تتغير. تعرف ممكن ممكن يتغير مقدار ممكن الشيء اللي تعمله. زنة قتل سرقة. مو يغير مقدار محبة الله إلك. لكن ممكن يتغير مقدار تمتعك بهذا الحب. انتبه لي. محبة الله لا تتغير. بس لما تعيش في الخطيئة تمتعك بهذا الحب. يتغير ممكن تفقد محبة الله إلك. لكن الله يحبك. محبة الله لا تتغير أبدا. كلامي واضح لو شوية معقد. محبة الله لا تتغير. بس تمتعك بهذا الحب لما تعيش في الخطيئة. ممكن يتتغير. واضح؟ الله لا يحبك لأنك شخص جيد. أنا أريد أن نفهم هذا. الله لا يحبك لأنك شخص جيد. لكنه يحبك لأنه هو محبة. أمين؟ هل ممكن نشكر الله من أجل هذا؟ أنا أريد أن نصفق لأله. أنا أريد أن نصفق لأله. قل له يا رب شكرا لأنه نحن خطاة. أنت تحبنا. ومحبتك لا تتغير أبدا. تعرفون لما نكون متمتعين بهذا الحب طول اليوم. لما نكون ممتنين. لما نكون مستقبلين لهذا الحب طول اليوم. هذا رح يؤثر بإيجابية. رح يؤثر بقوة على حياتنا. لكن لما نشك بهذا الحب. لما نكون بعيدين عن هذا الحب. هذا رح يجعل حياتنا صعبة جدا. ليش؟ لأنه رح نبلش نبلش ندور على الحب. في أماكن غلط ومن أشخاص غلط. والأمور تدهور وحياتنا تصير صعبة جدا 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 جدا. لهذا لازم نكون صحين تماما. صحين تماما. ولازم نعترف بمحبة الله لنا. ولازم كل يوم الصبح نعلن هذا الكلام. الله يحبني. الله يحبني. الله يحبني. وهو يريد الأفضل لي دائما. أمين. أعلن هذا للشخص الآن. قالوا الله يحبني. قالوا الله يحبني. الله يريد الأفضل لي دائما. كل شاركه. الكل شارك واحد ويا اليمة صديقة. قلوا الله يحبني وهو يريد الأفضل لي. امين. يمكن تقول بس يعني الله يحبني بس. شنو البس. الله يحبني بس أنا سويت خطيئة. الله يحبك نقطة. من دون بس. بالضبط خصفرات شكرا. الله يحبك من دون بس. الله يحبني مو لأنه أنا زين. الله يحبني مو لأنه أنا تكلمنا بأول نقاط. الله ما يحبني لأنه أنا زين. الله ما يحبني لأنه أنا وعدتونه. أنا وعدتوا الله راح أصير زين. مشكلة عند الله. أو لأنه أنا قررت أدخل الكوير ورنم. ما راح يتغير من محبة الله. أو قررت أجل الكنيسة كل يوم أحد. أو أروح للجامع كل يوم جمعة. ما راح يتغير شيء عند الله. أو راح أقرأ الكتاب المقدس. الله يحبك لأنه هو محبة. كل هذه الأشياء ما لا علاقة بمحبة الله. ترف إذا أنت ربطت محبة الله بأي شيء عدا أنه هو محبة. أنت عندك معلومات مخبوطة. أنت عندك معلومات خطأ عن محبة الله. اللي داريد أقوله وأنا أتمنى أنه كل شخص مهما كانت خلفيته. مهما كانت عقيدتك. الله واحد. اللي داريد أقوله هو يحبك. مهما كان جنسك. مهما كان لونك. مهما كانت ديانتك. هو يحبك. ما دست تقولني لو 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 أنت تعرف أنه الله يحبك راح تهلل. راح تقول هللويا. الله يحبك. وانا في أذهننا. يحاول أن يشوش هذا الشيء في ديانك. ليش؟ حتى تبلش تشك في محبة الله. أو حتى نقول يمكن كان يحبني الله. بس. مو مثل ما يحب فلان. هو كان يحبني بالأول. بس. بس هس بعد ما ما سقطه في الخطيئة الفلانية. مده يحبني. كتاب يقول نحن نحبه لأنه هو. من حب الله هو معرفتنا الأكيدة أنه هو يحبنا أولا. لأنه شون من الممكن تحب الله. شلون من الممكن تحب الله حقيقي إذا ما كنت متأكد من محبة الله لك. صح لو لا. شون من الممكن تحب شخص ما كنت شفته الله. إذا ما كنت متأكد أنه الله يحبك. صح دي أحكي؟ تعرفون ليش؟ ليش كثير من الناس ما يحبون الله؟ تعرفون ليش كثير من الناس يقعدون على كراسي الكنيسة سامحوني يا قلكن مثل الصنم. ما يسابحون الله جالسين. نحن نصفق نرنم هما. تعرفون ليش جالسين مثل الصنم بس يدفون الكراسي؟ لأنه هما مو متأكدين أنه الله يحبهم. لكن أول ما تدرك محبته إلك رح تبلش تحبه بالمقابل. آمين؟ تعرفون الناس اللي وانا حكيتهم عن هذا من قبل. الناس اللي رح تروح للجحيم. الناس اللي رح تروح في نار جهنم. آخر كلمة رح يسمعوها قبل ما يروحون هناك. آخر كلمة رح يسمعوها قبل ما يروحون إلى بيتهم الأبدي. محبة أبدية. أنا حبيتك. بس أنت اختاريت أنه ترفضني. وما تطعني. وما تعيش وياي. رح تعيش أبديتك مثل ما أنت اختاريت. بس هو هو يحبك. هو يحبنا. لحظوا. رب يسوع يحب الناس اللي صلبوا. صح؟ 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 هو يحب الناس اللي سمروا إيديه ورجليه على الصليب. هو يحب الناس اللي سمروا إيديه ورجليه. هو اللي قال يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. ليش؟ ليش قال هذه الكلمات؟ ليش؟ لأنه يحبهم. رب يسوع أحب سكان أورشليم. اليهود اللي صلبوا. اللي صرخوا أصلبه. أصلبه. يسوع بكى. يسوع بكى على أورشليم. قال لو علمت أنت ما هو لسلامك. ولكن قد أخفي عن عينيك. واليوم الرب يبكي على كثيرين من عندنا. يقول لو علمت. لو علمت. لو علمت ما هو لسلامك. لو علمت ما هو لخيرك. لكن قد أخفي عن عينيك. ليش هو قال هذا الكلام إذا ما كان يحبه؟ ليش هو دا يكلمنا بهذه الكلمات إذا هو ما يحبنا؟ نحظ أنت عادة تبكي على الناس اللي تحبهم صح أو لا؟ صح. أنت ما تبكي عادة عن الناس اللي ما تحبهم؟ دا يقولون. أنت تبكي على الناس اللي تحبهم. أنت ما تبكي على الناس اللي تكرهم. لكن عادة تبكي على الناس اللي تحبهم. لاحظ. لما أنت تحب شخص أنت تريده يعرف لو ما يعرف. أنت تريده يعرف أنه أنت تحبه. صح أو لا؟ ترفون أنا كل يوم أشوف تلار حفيدتي. ما أعرف وين تلار وين الأطفال. كل يوم أشوف تلار حفيدتي أقلة. تلار جده يحبكي كثير. وحضنا وابوسا تلار. تلار حبيبي جده يحبكي كثير. وتلار تقل لي جده أعرف جده. كان قلت لي ألف مرة. مليون مرة. قلت لي أعرف. بس أنا أريد أقل لكي مرة أخرى اليوم أنه أنا أحبكي. ليش أنا دا أسوي هذا الشيء؟ لأنه لما تحب الشخص أنت تريده يعرف. أنا أريد أقول لهذا أنا أحبكي. أنا أريد أقول لهذا في هاي الأيام الصعبة اللي دا مرمي بي. ودا تعامل مامتي بطريقة أقول أشكر الله ليجل هذه الزوجة الرائعة. أنا أريد الكل يعرف والعالم يعرف أنه أنا أحبكي أنت إمرأة مميزة مثل الدهب. ليش أنا دا أسوي هذا؟ لأنه لما تحب شخص أنت تريده يعرف. تريده يعرف. لاحظ إذا أنت كنت متزوج وصراحة أجعل الوتر الحساس إذا كنت متزوج من شخص وهو لم يقول لك منذ فترة أنه يحبك أنت عندك مشكلة بالتأكيد. علامة استفهام لأن الحب يجب أن يعبر عنه. إذا تحب شخص خلي يعرف. إذا تحب شخص خلي يعرف. حبائي هكذا هو الله. هو يحبك. هو يحبك. هو يحبك. بس الموضوع ما له علاقة بسلوكك وما له علاقة بتصرفاتك. تعرفون من الصعب على عقلنا نستوعب هذا الكلام. لأن كل شيء في هذا العالم يعمل بالمقلوب. بالمقلوب. كل شيء. العالم يقول ومرات الأزواج يقولون ومرات الأصدقاء يقولون تحبني؟ أحبك. ما تحبني؟ ما أحبك. تذيني؟ أدو سبطنك. ما تريدني؟ ما أريدك. صح؟ صح أو لا. هذا منطق العالم. كل العالم يتحرك بهذه الطريقة. لهذا حتى نفهم حتى نفهم حتى عقيدتنا نحن بالكنيسة نفهم هذا بس بالتطبيق مرات ما نستوعبه. لهذا الرب قال لي. تكلم بطريقة بسيطة جدا جدا. كل العالم يتحرك بهذه الطريقة. لكن حتى نفهم أنه الله يحبني بلا شروط. بلا شروط. هذا شيء صعب. شيء صعب. تعرف إذا تريد تلقي بك إذا تريد تلقي بك شيء صالح ويستاهل تنحب. أنا مرات أباوة على نفسي. يقول يا رب شيء حبيت بي. ما بي شيء صح. ومرات أقول لك أنت راح تفشل وراح تحبط جدا إذا تعتقد أنه الله شافك ويحبك لأنه أكو شيء بك ينحب. محب. الله يحبك لأنه هو محبة. الله يحبك لأنه هو محبة. لما كنت طفل صغير كنت أروح المدرسة مسيحية تغصية. كنت دائما أسمع هذا الكلام. أقد إذا ما أسمع كلام يسوع ما راح يحبك. إذا ما تصير عاقل يسوع راح يدبك بالنار. وهذا الكلام غلط مئة بالمئة. غلط مئة بالمئة. نسمع من ماصرات. نسمع من قصص. الله يحبك التمام في كل الأحوال. الله يحبنا في كل الأحوال. اللهم يحبنا على عملنا. الله يحبنا مهما عملنا. بس خليني أعطيكم قبل معنا هذه الوعظة. خليني نعطيكم أربع أسباب. أربع أسباب أو خمس أسباب. ليش نحن نصارع في فكرة محبة الله لنا؟ ليش نحن نصارع؟ أول سبب ليش نحن نصارع في فكرة محبة الله؟ الطريقة اللي نحن نشأنا فيها. البيئة اللي نشأنا فيها. تعرف إذا أنت كبرت في بيت وما وجدت محبة كافية من الوالدين من الصعب عليك أن تتأكد من محبة الله لك. إذا نشأت إذا كبرت في بيت ماكو دفء المحبة في البيت من الصعب عليك أن تتأكد أن الله يحبك لأنه أنت ما وجدت محبة من أقرب الناس إليك. فأنت ما تقدر تتأكد تشك في محبة الله إليك. تعرفون مرة شخص جاني وكنت قدم له مشورة قبل سنوات طويلة قال لي أنا عمري ما أذكر أنه بابا حضني. أنا عمري ما أذكر أنه بابا قال لي أنا أحبك. تعرفون مثل هؤلاء عادة يشكون في محبة الله إليك حتى لو عندهم عقيدة صح لكن كل ما تصير مشكلة كل ما تصير عنده ضيقة يبلش يشك في محبة الله إليك. فأول نقطة خليني أصار في محبة الله إلي هو البيئة اللي نشأت فيها. لكن أيضا ثاني نقطة وبسرعة ثاني نقطة خلينا نصار في فكرة محبة الله إلينا هو السجل خطيانا وسجل حياتنا. لاحظوا لما لما ننظر إلى شريط حياتنا إلى الفيديو مالحياتنا تشوف كثير من الخطايا كلتنا قدنا كثير من الخطايا. فتبلش تقول هو كان يحبني لكن أكيد بعد أن عملت هذه الخطيئة يمكن غير رأيه. أنا ما أقول بها الشكل الله غير رأيه بس هذا اللي أنا أستقبله هو كان يحبني بالأول لكن بعد أن عملت هذه المصيبة بطل يحبني. لاحظوا الشيطان يحاول يستخدم سجل خطيانا عنده فايل مالخطاياك يعني ما احتفظ بينه. الشيطان يحاول يستخدم خطيانا الماضية حتى يشككنا في محبة الله إلينا. لكن تعرفون محبة الله مثل شنو؟ قليني أشبه لكم يا أحتمة نسوا. محبة الله مثل الشمس. محبة الله مثل الشمس. محبة الله مثل شنو؟ قلوا ليامك حتى لي أنسى. قلوا محبة الله مثل الشمس. الشيطان يحاول أن يجلب بعض الغيوم. لكن هذا لا يعني أن الشمس لم تشرق. الشمس رح تشرق. يمكن الشخص يقول الشمس لم تشرق اليوم. لا الشمس أشرقت بالتأكيد. لكن أكو غيوم اللي حاجبه ضوء الشمس. شيل الغيوم من حياتك وانت راح تشوف ضوء الشمس من مسافة 93 مليون ميل. بعد الأرض عن الشمس. وهكذا هي محبة الله. قلوا أمين. شيل الغيوم من على حياتك. ورح تشوف محبة الله مثل الشمس. من مسافة بعيدة. بس أنا ما دا أشوف الشمس. مو مهم تشوف. بس الشمس راح تشرق دائما. تخلص من الغيوم. وانت راح تشوف الشمس. أأكد لك راح تشوف الشمس. الشيطان دائما. دائما. تقول دائما. يحاول يجلب علينا غيوم. ليش؟ حتى نشك في محبة الله. حتى نفقد فرحنا. حتى نفقد سلامنا. حتى نفقد قدرتنا على مشاركة المسيح مع الآخرين. ليش؟ لأنه. لأنه نحن مو متأكدين من محبة الله إلنا. لأنه نحن مملتسقين. لأنه نحن مثابتين بمحبة الله. أمين؟ لكن أحبائي لازم نقول للشيطان أنت. أنت شنو؟ أنت كذب. لأنه هو يحبني. كتابي يقول ونحن بعد خطات مات المسيح من أجلنا. لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح من أجلنا. أريد الجملة الجاية. أريد تكتبها بإنجيلك. أنا سويتها تويتر اليوم. الجملة هاي أريد تحفظها. خطيتي. قل خطيتي. لا تستطيع. أن توقفه من محبتي. هللويا. إذا فهمت. خطيتي لا تستطيع أن توقف الله من محبتي. خلينا نقولها مرة ثالثة. خطيتي لا تستطيع أن توقف الله من محبتي. لكن خطيتي تستطيع أن توقف تمتعي بهذا الحب. أريد تفهم. خطيتي ممكن تقدر توقفك من تمتعك بعد الحب. بس المحبة موجودة. ولن تتغير. أنا قابلت أشخاص فقدوا إحساساً بمحبة الله. فقدوا إحساساً بمحبة الله. بسبب خطيئة عملوها قبل أسبوع. قبل الشهر. قبل السنة. تعرفون. أنا أعتقد. فكروا إياي. أنا أعتقد أنه بطرس تحارب. بطرس الرسول تحارب بهذه النقطة. بطرس أنكر الرب. صح الأولاء. كم مرة؟ ثلاث مرات. كم مرة؟ تخيل أنك ماشي مع الرب ثلاث سنوات ونص. ثلاث سنوات. ثلاث سنوات ماشي مع الرب. أقرب الأقرباء المساعد ليسوع. ماشي ماشي. بعدين جاء ساعة الامتحان. ساعة الامتحان أنكر الرب. أول شيء سوى أنكر. بعدين سوى سب. بعدين سوى لعن. يعني خطايا. يعني بالامتحان أخذ صفر. إذا أسألكم سؤال. تعتقدون أنه بطرس لما سمع أن يسوع قام من الأموت؟ بطرس كان متحمس يروح يشوف الرب؟ يعني جواب. يعني لا تجاوبون جواب تخافون. أخاف يزال عليه بطرس. بس شخص بالامتحان أخذ صفر. سب لعن أنكر الرب. على الأغلب كان خجلان من هذه المواجهة. تعرفون لهذا السبب. الرب يسوع ظهر إلى بطرس لوحده. لوحده. ليش؟ حتى يسترده. يسوع قال لبطرس أنا أعرف سويت. وأنا ما زلت أحبك. لهذا توقف عن الشك. توقف عن الفشل. ما مضى قد مضى. لكن محبتي إلك لا تتغير. هللوية. هللوية؟ واحد فهم الحكي. قال أشكرك. أنا أريد تعليق يعني. أشكرك. هللوية. أمين. أمين. ترفون. أحكيكم في شيء. شوية يمكن يضحك. كان عندي صديق بالكلية. هذا الصديق كان يوقع في حب بنت كل أسبوع. كان يجي يقول لي. يعني هذه البنت تخبل. يعني عسل روعة تخبل. رشيقة جميلة طويلة رفيعة. ثاني يوم أو ثاني أسبوع. كان يجي يقول لي. طلعت أبد أكرهة ما حلوة متكبرة عنيدة. ما أمل. أسبوع اللاخ. أحب غير وحدة. ولقيت وفد وحدة لقطة. يعني هادي. ثاني أسبوع. طلعت ما عارف شنو. أريد أسفل السؤال. كم واحد من عندنا فرحان أن يسوع ما متأرجح في محبته لنا. كم واحد فرحان. عاللويا. هو يحبنا في كل الأحوال. أمين. أول نقطة خلينا نصارع في فكرة محبة الله. البيئة اللي نشأنا بيئة. ثانيا سجل حياتنا وخطايانا. ثالثا. مشاعرنا. مشاعرنا. المشاعر خداعة جدا. قلول يامك رجان. قلول. المشاعر خداعة جدا. مثل هذا الشخص. أحبه أحبه وبعدين. مشاعرك خداعة جدا. بحيث أنه أنت وأنا ما نقدر نعتمد على على مشاعرنا. أبدا أبدا. ليش؟ مرات أنا أصحى الصبح. أصحى الصبح. وأنا أصرخ. مجدا للرب. هللويا. يا رب أشكرك. هذه أيام. مرات أصحى الصبح. وأنا أصرخ. وينك يا رب؟ مسود الدنيا بعيني. وينك؟ بس وينك أنت يا رب؟ مرات كثيرة نصحى الصبح. ما نشعر أنه الله يحبنا. مرات نصحى الصبح. وما نشعر. بس سؤال. شنو علاقة مشاعرك بمحبة الله؟ هم؟ تعرفون؟ خليني أوضحكم إياها. بالضبط مثل ماذا تقول. أنا بالحقيقة بالواقع بالقضية. أنا مشاعر أن الشمس رح تشرق اليوم. العلاقة؟ تشعر أو ما تشعر. الشمس رح تشرق. وماك أحد يقدر يمنعها من الشرق. بس مشاعرنا ممكن تكون خداعة جدا. كم واحد من قدنا مشاعره تختلف من يوم إلى يوم؟ صعد نازل. صعد نازل. كلنا؟ إذا كنا نرفع يدينا. كلنا مشاعرنا صعد نازل. لهذا نحنا ما نريد نعيش ورا مشاعرنا. أمين؟ لهذا أنا أريدك تقول هذا الكلام. هو يحبني. قل هو يحبني. ارفع أيضا قل هو يحبني. هو دائما يحبني. هو يحبني اليوم. هو رح يحبني غدا. هو حبني حتى قبل ما أنا أعرفه. والدليل مات على الصليب. بدالي. أمين؟ ترفون لما أكون على المنبر. لما أكون على المنبر ودأتكلم. أحسنوا الله معي. والله دا يساعدني. والله مسحته علي. لكن بعض المرات ما أشعر بهذا. ترفون بعض المرات ما شعرك إلى علاقة بكم ساعة نمت. بعض المرات ما شعرك إلى علاقة بشكلت. يعني إذا ماكي الباتشة وتريد توعظ. تحس مشاعرك ما تشعر كثير بمحبة الله. تريد تروح تنام. ترفون مرات لما أكون مسافر للبرازيل. طيارة اسطنبول ثلاث ساعات. وبعدين أقضي الليلة بالمطار. وبعدين ثمانطعس ساعة من دون نزول. بحيث أريد أفتح باب الطيارة وأسوي عملية انتحارية وتشيد. مرات كثيرة ما أشعر بمحبة الله. مرات أشعر أنه الله رح ياخد حياتي وأنا فوق. يعني مرات فعلا حس قلبي رح يوقف. يعني ما رح أكمل. بس هل ألو علاقة بمحبة الله؟ محبة الله ثابتة لا تتغير. مشاعري تتغير لكن محبة الله لا تتغير. لكن أيضا رابع نقطة خلينا نصارع في فكرة أنه الله يحبني. وهذه النقطة نحن سببها هو السلوك بعض المؤمنين. أنا أحب كل المؤمنين وكل غير المؤمنين والفاسدين والفاسقين. أنا أحب الجميع. لكن مرات المؤمنين مرات المؤمنين وأنا أتمنى أنه ما تنزل راسك مرات المؤمنين يكونون أسوأ إعلان عن يسوع في كل العالم. أسوأ. أسوأ إعلان. لأنه ممكن يكونون محبين لأنفسهم. متكبرين. نمامين. ولو أنت شلت عيونك من على يسوع. وبلشت تنظر للمؤمنين. راح تبلش تقول هذا ليس إله المحبة. مرات ينشوف مؤمنين مليانين مرارة. مليانين عدم وغفران. مليانين غضب. عصبية. ما يصير عندنا؟ صورة مشوهة عن الله. لهذا اليوم أنا أريد أقول لك ارفع عيونك من على الناس. خليها على يسوع. لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا. سؤال مهم اللي اللي لازم تسأله. ليش المسيح مات من أجلي؟ سؤال مهم اللي لازم تسأله. ليش المسيح مات من أجلي؟ إذا كان ما يحبني. ليش؟ ليش المسيح مات إذا كان ما يحبني؟ أختم وقول هو يحبك. تعبون نحن نحن ولا واحد من عندنا ولا واحد من عندنا يدرك حقا أمق محبة الله لنا اللي قرينا علي في أفاسوس ثلاثة. نحن نقول نحن نفهم محبة الله لكن ولا واحد من عندنا حقيقة يفهم أرض محبة الله وطول محبة الله وعمق محبة الله وعلو محبة الله اللي يقول عنها الكتاب المقدس محبة المسيح الفائقة المعرفة. مسترفون؟ لما رح ننصل للسماء رح ننصدم. أقولنا اليوم ما تستوعد. بس لما رح نوصل للسماء أقولنا رح تنصدم بهذه المحبة الفائقة المعرفة. آخر عبارة أقول لك قبل ما داني يتحضر والكواير يتحضرون. آخر عبارة أقول لك هو يحبك. واليوم إذا كنت إذا كنت مادة تتبعه. إذا كنت مادة تتبعه. أرجوك أرجوك أتبعه. هو يحبك. يمكن تقول بس بس حياة المؤمنين مملة. بالعكس. رح تكون مملة ومحبطة. ومحبطة. لما تكون تتدور على الحب في مكان خطأ ومع الأشخاص الخطأ. لكن لما تعرف أنه هو يحبك هتعيش أسعد إنسان. أمين؟ أمين. خلينا نقف مع بعض نصلي. قل يا رب أشكرك. أنه محبتك إلي لا تتغير. قلوا بصلي صوت عالي قلوا أشكرك. أنه محبتك إلي لا تتغير. ولا تعتمد أي سلوك أو تصرفات من عندي. لكن لما أنظر للصليب أدرك أنه أنا وبعد خاطئ مات المسيح من أجلي. يا رب أشكرك لأنه محبة أبدية أحببتنا. يا رب أشكرك لأنه ما كو شيء ممكن نعمله. ممكن يخليك تحبنا أكثر أو أقل. يا رب أشكرك لأنه محبتك إلي ما لا علاقة بأي تعهد أقوم بينه. ليس لها علاقة بسلوكي وتصرفاتي. أشكرك. أشكرك. أشكرك لأنه أنا بعد في الخطيئة. أنت متت من أجلي. أشكرك. أشكرك. أشكرك لأنه أنت حبيتني أولا. أنت حبيتني. أنت اللي حبيتني. أنت اللي حبيتني أولا. يا رب ساعدنا اليوم. ساعدنا. قلوا ساعدني اليوم أنه أتمتع بهذه المحبة. ساعدني أكون ممتن لهذه المحبة. ساعدني أنه أستقبل هذه المحبة. ساعدني يا رب اليوم أنه أختبر عرض وطول وعمق وعلو محبتك الفائقة المعرفة. سعدنا اليوم يا رب أن نختبر محبتك عنده الصليب سعدنا نختبر محبتك عنده الصليب يا رب مكتوب أنت قلت هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية اليوم يمكن أنت لم تتمتع بمحبة والديك لما كنت طفل وهذا خلاك تشك في محبة الله إليك يمكن الشيطان استخدم خطاياك وماضي حياتك وخلاك تشك في محبة الله إليك يمكن أنت اعتمدت على مشاعرك والمشاعر متقلبة بحيث أنه أنت مو دائما متأكد من محبة الله إليك يمكن سلوك بعض المؤمنين وتركيزك على الناس خلاك يكون عندك صورة مشوهة عن الله عن إله الحب لكن اليوم قلوا يا رب شيء الله عيوني من على الناس سمحني سمحني يا رب لأنه خليته عيوني على الناس يا رب ساعدني أنه أشيل عيوني من على الناس وخلي عيوني عليك سمحني يا رب لأنه اعتمدت على مشاعري وشكيته في محبتك سمحني يا رب لأنه خطاياي كانت مثل الغيوم يا رب اللي حجبت ضوء الشمس اللي يمثل محبتك ساعدنا اليوم أرفع إذا قل ساعدنا اليوم أن نثبت في محبتك ساعدنا اليوم أن ندرك محبتك ساعدنا اليوم أن نرتاح في محبتك ساعدنا ندوب في هذا الحب العجيب ساعدنا نختبر هذا الحب ساعدنا ندوب في بحر محبتك ساعدنا نرتوي من نهر محبتك ساعدنا نشبع من هذا الحب الإلهي ساعدنا نثبت ساعدنا نثبت ساعدني أثبت ساعدني أثبت ساعدني أثبت ساعد يا رب أختي وأخواتي ساعدنا نثبت في المحبة ساعدنا نلتصق في المحبة ساعدنا يا رب محتاج حب التصق بإله المحبة محتاج رحمة التصق في الرحمة محتاج نعمة التصق في النعمة محتاج قداسة التصق بإله القداسة قلوا يا رب نحبك نرفعي ذك اليوم نرفون أنا على قلبي لو أنت جاي اليوم وصلك سنوات وما متقابل مع المحبة ما حضيع بديتك اليوم متقابل أنا على قلبي يسوع بكى على أرشلين واليوم يسوع دي يبكي عن ناس اللي جلسين بس يدفون الكراسي ولا تغيير في حياتهم اليوم يسوع ينادي عليك قل لك أنا متت غصليب من أجلك حتى أخفر خطيائك حتى أعطيك حياة أبدية حتى تكون ابني حتى أعطيك ميراثي قلوا يا رب ارحمني قلوا يا رب أنا اليوم أسلم حياتي إلك قلوا يا رب اليوم أنا أسلم قلبي إلك قلوا يا رب أنا اليوم أسلم يا رب ماضية وحاضرة ومستقبلي بين إيديك قل يا رب اليوم انا اولن يا رب وانا خاطئ ارحمني تعال اسكب محبتك على قلبي تعال اسكب يا رب نيرانك يا رب علي تعال قدسني تعال طهرني يا رب تعال اسكب نيران محبتك على حياتي قل اشعلني قل اشعلني في نيران محبتك اشعلني في نيران محبتك سعدنا نعيش هذه المحبة سعدنا نحب بعضنا البعض من يقول أمين سعدنا نحب بعضنا البعض سعدنا نحب بعضنا البعض سعدنا لا ننظر للناس أو لمشاعرنا ونشك في محبتك لأن محبتك لنا ثابتة لا تتغير الذي أحبنا وقد غزالنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله له المجد والسلطان إلى أبد الأبدي أمين 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 الذي أحبنا الذي أحبنا له المجد والسلطان له المجد والسلطان له المجد والسلطان الى امد الامدين همير همير اله المجد والصوطان الى امد الامدين همير 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 مجدا وعزا مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامتا للحامل المنفو مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامتا للحامل المنفو الذي احبنا وقد غسالنا واجعلنا منوك وكهنا لله له المجد والصوطان الى امد الامدين همير 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 ه تول بان سواء سواء تنانا تناني 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 ياسو 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 ترجمة نانسي قنقر 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 محبتا ترجمة نانسي قنقر